انا اسميه بطشماتو اقولي ساعي بريد الوطن ساعي البريد ينطل رسائل واعكدل عن الالطار بدي اقول لك عمر رزازو ببلغني رسالة الشارع الاردني معناش الشعب الاردني كفر وطلع عن دين كفاءات الاردنيين خرجت خارج الاردن الناس المص دم الاردن مش عمان الاردن جميع محافظات المملكة من مناطق نائية ومن مخيمات الناس يا عمر رزاز شهر بالملكة اذا كنت لا تملك من امرك شيء اترك الكرسي وحافظ على ارته منيك الرزاز قبل ذلك كل ما فعلوا على الخصاونة انه انسحب عن الكرسي لانه لا يجيب الولاد وين كنت تملك الولاد احنا جاينا على هذا اللقاء نمثل عنفسنا ومليك ومن يشبهنا بخفاء ان كنت تملك من الولادة العامة شيء مهتقلين الرأي وولادهم في ربكة وولاد الناس جاع حكوا وما كفروا وما مسوا ذات الالهية انحكوا ونبع ربنا بخفاء اذا منطلق مرتك واندز على ربنا بخفاء هذول ولاد التجار تشغلت يا عمر رزاز ما ظلش تجاره في البلد المولادة تكسره وصف البلد خاوية على عروشيا وهي نبض الاردن مناطق الجنوب تبكي النساء من الاطفال امامي في مخيم في ماركة رجل يحرق زوجته ليش طلبك حليل قطاع السحة مدمر يكفي وعود دكتور عمر رزاز احنا من نشك الدولة الاردنية ما توقف عنا ولا حرامي سياسي ولا وزير توقف توقفوا واحد واخرجوا الملكة حسين على الله يرخموا في ترابوا بيعفوا عام وتقري بس فاسد سياسي واحد من النهض وقدراته بالبلد قبل ما تطنعني وقبل ما جمانا في المهض اللي كانت واحدة وكانت شعار معناها وقبل ما تطنع الغرائج وما يوقف على الرابع وضد قنو ضريق الداخل اليوم رجع عليهم نعرفين انا مش مقتنع ولا مقتنع في اي مسؤول حكومي الا بلا فعال تقدر تفرج على المعتقارين تقدر تقدر قطاع البلوك هاي البلوك يقع تنهب في دمي من الوطنيين سنين عليه جزء بالمشؤولية الاجتماعية لازم يخفر على المواطنين لازم يرجع الدين العصوة لازم الضريب المتراكب يتنشاه انت بتقدر تحكم واساسات الاطراض اصبحت عبارة عن بنوك بصيغة مؤسسة واساسات الاطراض انت بتحكمها مش انا ان كنت تملك من الولاية العام ما يذكر الشعب الاردني يقول من الدوار الرابع بدون شكرا دولتك ومحبوب وغير محبوب الشارع الاردني يقول بالضب معناش وان كنا نملك معناش ومدناش ليش انا ادفع على الفاسد عاوني مطيع اللي بلعوا من اجهزتنا ومن دولتنا ان كان هناك من يملك الجرعة ويستطيع ان يقول فلان ويشيد اصاب الاتهاج سرقات كهربة بالملايين اخفضت مصانع الكبتاب الحبوب المخدر راحت اللي بعده واللي بعده فاسدين الكبار ما بيّن بيّن احمد النعمات بخارب البلد وبيّن فلان تقويض مواب حكم مطالب الشارع وارحة لان يزاهم على الشارع معناش والله العظيم انه المواطن الوطني ما معه كره برب النعم اربع اشياء كما قال ماسلو انت دكتور اخي بيش هاربع ماسلو قال اربع البقاء الماكل والمشرب والنفس والنوم لا تقول للنجاع اصمم لا تقول له نام مستدع الحكومة تسعين يوم ولا مين ولا يوم ولا ساعة اذا المعد جاعت فضيات بقفر فضيات بقفر اللي خربه ان كنت تريد الاسلاح المحقيقي الناس جاعة في الشوارع اضغط على البنوك تخفف على الناس امتين واربعين اردني مطلوبين للتلفين القوائم واللي وين احنا احنا وين في افغانستان ارهابيين عن الارهاب مصدر الحكومات اللي جوعت الشعوب الشعب ما طلع عالشارع مش مطلوب مني افهم ولا بقبل من اي مصدر فياسي يقول لي افهم ليش هذا العالشارع مش مطلوب مني افهم لاني اشعر بتبعيات فان عن قرار الفاشر ولا دي يا يملك الحد لابنى من ادارة امره وامر الدول ان كنت انا يا ابن شارع وجاي هون ممدوح العبادي من قال ان الوزراء تعيين ننفض المعينين الملك نفسه حكومة منتخمة من قلب الشعب مجلس النواب فاشل وساطة شعبية وحكومتها ان لم تصدر هذه الجلسة امام العالم نحتملك ولاية عامة وتقلق على اقل من هذا المقعد اللي انت كانت جالس عليه الافراج عن المعتقلين الرأي والاصدار العب العام الناس شخص الملح اقسم بالله العظيم يا عمر رزاز وعنز جلال الله انه العسكري قبل المواطن العادي يشكي فقر الحال ولا يملك ادار الطريق اقسم بالله العظيم العسكري اللي امروا تقول له روح معك رب تخبص علي الحرام من ديني لا يملك خد لانه كل ما يملك القادر الطريقه ماخه من زميله شرط السير ورجال ابن العامل على الحدود وحرص الحدود هم اولى من مناصب وهم اولى ومعالينك وعطوفتا انا ماني جايس امعك لا اعطوك ولا معالي لاني اكفر بكل الكتب السماوية اذا جاء المواطن مين ما كنت تكون صراعي بقاء اربعة شبعني وسكنني وشربني مي وخليني اتنفس هوا بلادي وعمل المتكية ارفق اعطاع اي دليل بعد هذا اللقاء ان لم يخرج القرارات احنا اول ناس غامرنا يا فتور امر رزاز بهذا اللقاء ولكل يعلم غامرنا والله صمعتنا وصمعت ابانا وصمعت ابهاتنا واعرابنا شكبت ونزب علينا انتوا ونشرفت ابنك واحنا ما نشري انا صاري ست شهور في الشارع بصيح بدي اياه اجينا عدنوط الحلال خياك الله المطلب الاول والاخير معنوش الشعب جفر انته هالي مطلب الشارع واللي بيقول لك ليه ايه بيقول لك ليه اصطراح الاصطراح من عندك قبل ما تطلب مني اصبب قولنا الحرميه والماثين واجعل انها بتومي البلد ولا تقول لي اربعين مليار راحت عالبلد تعليم مدمر والصحة مدمر والطرق مدمر ما اضل انا ساعي مريكة حرام علي تحرم احرام علي من بيه اذا جاي بمقلبين او لحالي بخصني او باعرف واحد من هذول الناس تعرف الحصي هاي الناس مظلومة ان كنت تملك بانقرارك شيء الان وقف قدامهم الان تعتبون المدين على الشعب واكدة صراح المنتقلين الان خاسبوا الله ما سرقونا ولا البوداس ولا الميناء ولا شركة الكهرباء اللي انت كنت رئيس نجل التخاصية الملكية شركة الكهرباء فرهمي اي رئيس مزراء بيوقع على شرط ممنوع اي الشركة تقسر انت جاي تستثمر اتجاه نوح خسارة يارك تبدعك شغلك تربح ما يقدم اي مجاز نهائي لقطاع الكهرباء من الاردن اللي انجي سرق البلد على عين تقرير التخاصية الملكية انت تقول انه رئيس مزراء السابق واللي كان مدير عام الشركة اللي وقعت شركة الكهرباء البيع كان مدير عام هذي الشركة الخصصية هل انت استطيع ان تتجلبهم وتضحوا عن قانون ولا نشوف ريجنا بدنا نشوف واحد من صدد صنع القناة وهو القطاع اخسر من اموي هو يثبت ويطلع الدولة نحبت والان يكونوا همير عبدوز الرابع مقياس رختف لتنزال الرابع طوق الراك انا ما امون عرابع ولا واحد من المبنين بمون عرابع ان كنت بدك الرابع يهدى والناس تروك جيب فاسد واعمل قرار واحد فقط يمص جيب المواطن الاردني المباشرة شكرا 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 شكرا